فلان عندما يحين الليل والناس ترقد للنوم يكون جالسا لوحده لا يشعر بالنعاس إطلاقا يتصفع هاتفه ويقلب في تطبيقات التواصل الاجتماعي وكلما نظر للساعة يستاء لأن عليه دوام في اليوم التالي لكنه يستمر في سهره رغم ذلك وهكذا والوقت يمضي والدقائق تك تك لحين أن يقرر أنه يجب أن ينام فيرقد فلان في سريره ويحسب حينها تلك الحسبة الشهيرة لو نمت الآن كم ساعة سأنام فيجد حينها أنه قد تبقى للصباح ولدوامه ساعات قليلة فقط فيضع المنبه على وقت الاستيقاظ باكرا بكل ثقة وينام تلك الساعات القليلة مطمئن نفسه أنه صاحب عزيمة ويمكنه الاستيقاظ بكل نشاط وعندما يدق المنبه صباحا فلان يكون أمام خياران إما أن يقوم بإطفاء المنبه ويعود للنوم ويتغيب عن دوامه كالعادة أو يقوم نعس يجر نفسه لذلك الدوام الكئيم وفي كلتا الحالتان إذا سألنا فلان هل أنت راضي عن يومك الإجابة لدى أن أخبرك إياها لأنك أنت فلان كيف تستيقظ مبكرا فعلا فعلا تحذير هذه الحلقة لخفافيش الإنس أيها الحبيب بعد هذه الحلقة بإذن الله ستستيقظ بمفردك بدون أي منبهات وستشاهد جمال الفجر مع كوب قهوة دافئ وطاقة عارمة تتخلل في جسدك وسترتفع إنتاجيتك لدرجة لن يتعرف عليك من كان يشاركك في مهمة خفافيش الإنس وماله جمال الغروب يعني لماذا سأستيقظ مبكرا أصلا لأنه فاتك الكثير يا صديقي فاتتك معجزة الصباح أو اسأل نفسك لماذا طوال اليوم تشعر بالإرهاق والتعب وتعاني من الهشاشة النفسية والجسدية أو اسأل نفسك متى آخر مرة صليت الفجر كلامك مثل الهم على القلب طيب خلاص فهمنا كيف نستيقظ مبكرا ولكن أرجوك لا تقول لي ما تقوله أمي دائما نم مبكرا تستيقظ مبكرا لأنني حينها لن أغلق المقطع فقط بل سأضع لك تعليق لم يعجبك اهدى يا بني آدم ركز معي هناك شيء لا تعرفه يحدث لك عند النوم عندما تذهب للنوم ياتي إليك شيطان عند مقدمة رأسك ويعقد عليها ثلاث عقد يتوحدك فيها بالنوم طوال الليل وعدم الاستيقاظ باكرا خوفناش يا رجل خلاص بنعلق تعليق يعجبك هذه ثلاث عقد التي يعقدها الشيطان عند مقدمة رأسك إذا أول ما استيقظت من نومك ذكرت الله تنحل العقدة الأولى ثم إذا نهطت من فراشك وذهبت إلى المقسلة وتوضأت تنحل العقدة الثانية ثم إذا صليت تنحل العقدة الثالثة وحينها تمتلك طاقة رهيبة ونشاط عارم تستقبل فيه يومك وهذا ليس كلامي بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدة فإن صلى حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان هل عرفت لماذا لا تستيقظ باكرا أو تستيقظ بعدها كسلان؟ لأن الشيطان غلبك طيب يا محمد كيف تغلب عليه؟ نم مبكرا واستيقظ مبكرا تتغلب عليه يا صديقي إذا نمت على طهارة ووضوء تتغلب عليه إذا قرأت صورة الملك قبل أن تنام ما رأيك لو أخبرتك أنه سوف يأتيك عند نومك ملك من نور يستغفر لك وأنت نائم يستمر في الاستغفار لك طوال الليل عن كل معاصيك وما أكثرها يستمر في الاستغفار لك حتى تصبح هذا الملك لا يستغفر لأحد نائم إلا إذا كان متوضع ودعني أعطيك معلومة من عالم الغيب عند النوم يكون الجسد نائم على الأرض ولكن الروح تنفصل عنه فتموت أنت الموت الصغر كما يسميها العلماء وتذهب روحك إلى عالم غيبي فأنمت على طهارة تذهب روحك وتسجد تحت العرش وكلما كانت روحك مطمئنة عند النوم يعني متوضع قرأ صورة الملك أو ما تيسر من القرآن الكريم كلما كانت مطمئنة عند النوم وكلما استيقظت من أشاء ولكن أغلبنا مع الأسف يكون آخر شيء قرأه قبل النوم المنشرات على مواقع التواصل اجتماعي هل عرفت الآن لماذا لا تستيقظ مبكرا؟ يا صاحبي إذا كان دوامك في النهار مرهق ويحتاج طاقة لتقوى عليه اسمع هذا الحديث عندما اشتكت السيدة فاطمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنها تريد خادمة لتساعدها في بيتها لأنها تعبت من العمل قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين وكان هذا الذكر خير لها من الخادمة وأنت أيضا طبق هذا الحديث في حياتك إذا أردت من يعينك ويساعدك على دوامك الطويل الذي يحتاج وقت وجهد طيب أخبرك عن عادة متعلقة بالنوم إذا فعلتها ربما تكون سببا لدخولك الجنة بإذن الله أول شيء قل بعد أن تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور إذا اعتدت على هذه الجملة كلما نمت ومت الموت الصغرى يعني نحن قلنا النوم هو الموت الصغرى عندما تموت الموت الكبرى وتنتهي الحياة عندما يحيين الله سبحانه وتعالى لنحاسب أول ما تستيقظ من الموت الكبرى سيردد لسانك تلقائيا الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور فيقول علماء أن هذه الجملة بمثابة الفيزة لدخولك الجنة ولكن أغلبنا مع الأسف أول ما يستيقظ يحمل هاتفه المحمول ويبدأ بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسيط من تأثيرات سلبية على حياتك ومزاجك لدرجة أن علماء النفس يقولون إذا أردت أن تفشل تصفى حاتفك قبل النوم أو بعد الاستيقاظ طبعا نحدثك عن فواد الاستيقاظ مبكرا الفواد الطبية مثل تجنب الجلطات القلبية تحسين وظائف الأعضاء إلى آخرها فأنت ربما تعلمها ولكن يجب أن تدرك أن صلاة الفجر في معادها ليست رفاهية فقط للأشخاص الملتزمين بل هي فرض على كل شخص فينا فرض عليك أنت الآن يا من تشاهدني أن تصليها في وقتها وانتبه لسيئاتك وحسناتك وأخيرا إذا تعتقد أن الاستيقاظ باكرا هو أمرا سهلا لا ليس كذلك يا عزيزي ستتعب في البداية وربما تنام في منتصف النهار بسبب عدم اعتياد جسدك على الاستيقاظ باكرا وتعوده على السهر ولكن ارفع من عزيمتك وقوي من نفسك وجدد أهدافك وتذكر كيف سيكون يومك سعيد مطمئن إذا وضبت على الاستيقاظ مبكرا في النهاية شاركنا برأي في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسي العجاب به ودمتم في آمان الله